وضمن حسابات التهديئة وجس نبض المتنفسين أيضاً أكد الناطق السابق باسم الإطار التنسيقي عائد الهلال عدم وجود نية لقوى سياسية إجراء تغييرات شاملة أو جزئية بمفاوضية الانتخابات ووصف بغير صحيح تحريك هذا الموضوع بعد تحديد الموعد وإجراءات تأجيل تسجيل الأحزاب والتحالفات السياسية وشيران إلى اتفاق سياسي بأن إجراء التغيير سيتمو إلى ما بعد الانتهاء من العملية الانتخابية للمجلس أو للمجالس المحلية المقبلة وكانت قوى سياسية تحدثت عن وجود نية لإجراء تغييرات مرتقبة ينتظر أن تشمل أعضاء المفاوضية العليا المستقلة للانتخابات وهي الجهة المسؤولة عن عملية تنظيم وإدارة الانتخابات